السلام عليكم ورحمة الله انا دكتور مواطس من الحوامدة وبيدي احكي لكم البعض او مقدمة مع شوية من التطبيقات على موضوعين مهمات الموضوع الاول هو ما يسمى بالكمينفورماتيكس والموضوع الثاني بايوينفورماتيكس الموضوعين لهم علاقة بتصميم الادوية او بالدراج ديزاين موضوع الكيمينفورماتيكس هو استعمال الكمبيوتر انفورماتيكس لاغراض كيموية منها تبادل المعلومات الكيموية والتعرف على بعض الصفات الكيموية والفيزائية للمركبات الكيموية اهم برمجية او ابسط برمجية في استعمالات الكيمينفورماتيكس هي برمجيات رسم المركبات الكيموية مثال عليها برمجية كيمدرو انا رح اترك لانزال هذا البرنامج واستعماله مثلا في هذه البرمجية ممكن رسم مركب كيموية لهذا المركب من شكل الكيموية باستعمال هذه البرمجية مثلا هذا الهيكل الاساسي لهذا المركب بيزك سكافولد هي مجموعة بيتالكتام رينج مرتبطة بثايا زولدين رينج مرتبطة بثايا زولدين رينج وحنون مرتبط بثايا زولدين red اصفار في المركب هذا المركب اصفار يفضل في المركب يشTER يشTER هذا البنزايل بيمكننا ننصب بنزايل بيمكننا ننقله ونحطه في أي دوكمنت بواسطة الـ الـ مثلا هذا البنزايل بيمكننا نستعمل هذا البرنامج حتى نعرف الـ بيمكننا نستعمل بيمكننا الزفاوز يقوموا بيمكننا بيمكننا الزفاوز بالتعامل راجعة كلمان تعطيب كيموية جاهزة لأي مركب كيموية هي باستعمال نفس البرمجية قاعدة بينات داخل البرمجية نفسها ممكن تحول بعض المركبات المخزنة داخل هذا الجهاز أو داخل هذه البرمجية لأشكال كيموية مثلا ممكن نحول أو نعرف شكل كيموية للأستي الكولاين هذا الأستي الكولاين أو الشكل كيموية للأتروبين هذا الأتروبين أو الشكل الكيموية للبيوتين مثلا هذا البيوتين طبعا بإمكاننا كمان إذا كان بعض المركبات غير موجودة غير متواجدة داخل قاعدة البيانات المحدودة لهذا البرنامج يعني مثلا لو جينا طلبنا منه مركب زي برازوسين مثلا ما فيش برازوسين فبإمكاننا ننزل أي مركب كيموية لدوائي أو ممكن نكون دوائي في المستقبل القريب يعني دراك كانديدت ممكن ننزل كيموية من النت أسهل المواقع اللي ممكن نحصل عليها على تركيب الكيموية هو موقع بسيط مثل الوكيبيديا مثلا فرازوسين هذا الفرازوسين هذا التركيب الكيموية لفرازوسين إذا حبينا نرسمه باستعمال برمجينا في السابق إمكاننا ننزل عند سمايلز سمايلز عبارة عن طريقة خطية لرسم المركبات الكيموية مفهومة في أجلس الكمبيوتر وهي طريقة عامة يمكن نختار الشكل المعادلة بطريقة سمايلز ونسخها ولسقها داخل كيمدرو حتى تعطينا المركب نعيدها مرة ثانية هنا هنا فيست فيست سبيشال سمايلز هذا البرازوسين وقدرنا نحصل عليه من النت في مواقع مختلفة تعطينا تركيب المركبات الكيموية المختلفة على شكل سمايلز ممكن نقلها ولسقها داخل كيمدرو ماذا نستفيد من هذا الكيمدرو من أهم الأشياء نستفيد منها أنه استعراض أو تمثيل هذه المركبات يعني بإمكانك أنت تمثل هذا المركب داخل الدوكيمنز تبعتك والأغراض النشر أو التعريف بهذا المركب من الأمور الأخرى ممكن نحصل عليها باستعمال الكيمدرو ممكن نحصل على بعض الصفات الكيموية والفيزيائية لهذا المركب بشكل تنبؤ بواسطة حسابات معينة مثلا لو جينا طلبنا منه نقول لانه والله ممكن نحصل على بعض الصفات الكيموية مثلا شو كيميكا بروبرتز ويندو وهذا تم حسابها بطرق معينة خارج عن إطارنا حاليا ولكن يمكن التنبؤ بالبويلينج بوينتينج 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 الاخرهي مثلا لوج بي ممكن نحسب لوج بي هنا 1.2 واخدنا احنا انه لقبي يمكن حسابها بواسطة جمع الهايدروفوبك كونتروبيوشن للمجموعات المختلفة داخل المركب من الاستعمالات الاخرى للرسم الكيماوي للمركب استعمال كيمدرو ممكن نقل هذا المركب لبرمجيات اخرى للتنبؤ بنسبة الايونيزيشن مثلا امكن على سبيل المثال ناخد هذا المركب مثلا الاتروبين نعرف ان الاتروبين عليه امين والامين هذه البي كي تبعيتها 9.5 معناها في البي اتش تبعينا نطلع على نسبة التأيون اللي لازم يأخذها هذا المركب في البي اتش لهذا الغرض نستعمل برنامج تاني اسمه مارفين وعلى مارفين بيو نلسق المركب في مارفين بعد ما يحكي له اعطينا البرتشين انجل بي كي لهذا المركب اعطينا التغير في نسبة الايونيزيشن في البي اتش من سفر الاربع تاش برضو مارفين هذا عبر عن فري وير موجود في النت انا رح اترك لينك له في اسفل الصفحة نلاحظ هذا المركب اللي هو الاتروبين فيه له ثلاثة اشكال الاول والثاني والثالث هاي الاشكال الثلاثة هذا غير متأين الشكل الثاني متأين على الامين الشكل الثالث متأين على الهايدروكسي هاي الاشكال الثلاثة لهذا المركب نلاحظ على في اتش سبعة هاي البي اتش نلاحظ على البي اتش سبعة واربعة بالعشرة نسبة التأين للنوع الثاني اعلى شيء 98% اللي هو هذا النوع اللي بتكون فيه الامين ايونيز فهذا طريقة حتى برضو نستعمل التركيب الكيماوي اللي حصل عليه من كيمدرو حتى نعرف نسبة التأين لمركب نستعمل برمجيات مختلفة منها هذا مارفن اللي هو موجود بشكل مجاني فري وير على الشبكة مثال ثاني ممكن ناخد مركب ثاني زي البرازوسين لاحظ البرازوسين ما عليه 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 امد وعليه هاي تريازين ممكن تتأين هذي نشوف نسبة التأين للبرازوسين على الفيسوليوشكال بي اتش بنفس الطريقة خلينا نطلع على مارفن بيو نعمل على نسبة التأين من سفر لاربعتاش هاي في عندنا اه على السبعة واربعة بالعشرة في عنا الثلاث أنواع موجودة على سبعة واربعة والعشرة بنسبة مختلفة سبعة وثلاثين في المئة ستة وعشرين وخمس ثلاثين الأول شكل أول والثاني والثالث هذا بنسبة سبعة وثلاثين في المئة غير متأين الثاني بنسبة ستة وعشرين في المئة متأين على هذه النترجن والثالث يعني في معظم وهو في عنا سبعة وثلاثين في المئة في عنا بعض الآيونيزيشن على هذه النترجن لأنه بسموها قوانيدين الطائب ولكنها أروماتيك قوانيدين الطائب لأنها أروماتيك قوانيدين الطائب لأيونيزيشن لأنها أروماتيك لأنها أروماتيك قوانيدين الطائب لأيونيزيشن هذا من استعمالات الحصول على التركيب الكيموي للمركب ممكن استعمالها حتى نحصل على معلومات عن هذا المركب مثل اللوك بي مثل ديكريف ايونيزيشن الجعب نحصل على معلومات أخرى مثل الملتنج فوينت النجليف الملتنج فوينت ملكلر ماس هذا المركب مثلا لوك في تبعته 1740% هو فنسيلا نجي طيب ممكن كمان نحصل من برمجيات رسم الكيماوي على معلومات إضافية من المهم المهم الممكن نحصل عليها الشكل ثلاثة الأبعاد لهذا المركب دعونا نستعمل برمجية ثانية برضو الشيروير موجودة أونلاين سوف أضع لينك إلها في أسفل الصفحة منها برمجية DS Visualizer لاحظ لو جينا أخذنا البيتسلينجي هذا سونا كابي إلو نسقناها هون لاحظوا نسقها بشكل ثلاث الأبعاد نضيف الهيدروجينز هذا البيتسلينجي بشكل ثلاث الأبعاد ممكن ننظر لهذا المركب بطرق مختلفة مثلا بدأ أضيف الأدوات المختلفة للشاشة حتى أسهل النظر وسهل البريزنتيشن هذا لاحظوا معي ممكن أنا أنظر هذا المركب بطرق مختلفة مثلا كستيكس أو كبولز أكثر طريقة رياليستيك قريبا للواقع هي طريقة النظر باستعمال CPK ليه هي الطريقة CPK هي أحرف الأولى من ثلاث علماء كوري باولينج أند كاربلوس وهي طريقة تعطي شكل ثلاث الأبعاد للذرات يتناسب مع حجمها الطبيعي بالحقيقة يعني مثلا لاحظ ذرة السلفر كيف كبيرة أكبر كثير من ذرة الهيدروجين مثلا ذرة النايتروجين ذرة الأكسجين هذا الشكل حقيقي الشكل الأكثر استعمالا هو ستيكس هذه لأنها تعطي معلومات دقيقة عن شكل المركب لاحظ مرة ثانية ممكن نشوف إحنا أنه والله ورجينا الستيريو كيمستري لهذا المركب فمنقول ورجينا الكايراليتي لاحظوا معي SRR زي ما ذكرنا سابقا إلى هذا الشكل ثلاث الأبعاد للبينيسيلين جي بتفصيله مثلا ممكن نشوف أشكال ثلاثية الأبعاد للمركبات الأخرى مثلا نشوف البيوتين هذا البيوتين لاحظوا عند إضافة الستركبات يكون خالي من الهيدروجين بإمكان نضيف الهيدروجين هذا شكل بيوتين ممكن استعراضه على شكل ستيكس كما قلنا في السابق أكثر الأكثر الأقرب للواقع هي هذا البريزنتيشن لأنه يظهر كل ذرة بحجم يتناسب مع حجمها الطبيعي على أرض الواقع طبعا ذرة السلفر تمثل باللون الأصفر الأكسجين باللون الأحمر والناترجين باللون الأزرق الذرات الرمادية هذه هي الكاربون وذرات البيضة هي الهيدروجين هذه مجموعة كاربوكسيلك أسد مثلا هذه سلفايد هذه يوريا هذا الجزء اللي هون وهكذا ما نستفيد من استعراض الشكل ثلاثي الأبعاد لمركب كيماوي ممكن نستفيد منه نتعرف على معلومات إلى علاقة بالفارماكوفوريك بروفورتز مثلا ناخد زي ما ذكرنا في درس الفارماكوفور مثلا لما جينا قارننا الأستلكولاين بالأتروبيل هيا أخذنا الأستلكولاين هذا الأستلكولاين نضيف الهيدروجين للأستلكولاين طبعا هذا الكونفورميشن المرسوم هون لا تستفيد منه لأنه هذا إكليبسد هناك برمجيات مختلفة بتطلع لنا لستبالي لنستعرضها هون رح أنا حاول لها أستغرد كونفورميشن بروتشن حول هذه البون هذه الأستغرد هذه الأستغرد كونفورميشن المرسوم لأستلكولاين ويظهر عليه بشكل ستكس ستكس أستغرد كونفورميشن أستلكولاين ممكن نحركه لوحده ونحركه زي هيك دعنا نجيب الأتروبيل هذه الأتروبيل نفس الشي دعنا نستعرضه بستكس نضيف عليه الهيدروجين دعنا نقل ما هو الأتروبيل ونصف ونقل نقل نخطر لوحده بخطص نضغر الصورة باستعمال هذا المفتاح اللي هون نلاحظ الأتروبين نختاره زي هيك وبالكنترول نتحكم فيه لوحده هذا الأتروبين نلاحظ مع بعض العلاقة بين الأتروبين والأستر كولاين ناخد الكونفرميشن التالي نحرك الأتروبين شوي نحرك الكونفرميشن للأتروبين بالطريقة هاي ونحرك الكونفرميشن للأستر كولاين بالطريقة هاي لاحظوا معي بدأ أخذ الأستر كولاين وأضعه بفوق الأتروبين لاحظوا معي مدى التشابه من أستر كولاين والأتروبين نحن ممكن حتى نستعمل بطريقة الأستر كولاين مثلا نقول والله نضع الأمين هذه الأكتر كولاين طبعا أخذنا الأتروبين على الفيسوليوشكال بي اتش بتكون الناتروجين هذي محظو جانبا الآن تخبرنا نعطيها كاتينيك الشارج ونحمل عليها هاتروجين واحد لاحظ مع بعض لو حينا قلنا والله معي خلينا نربط هذول التلتين الناتجينز مع بعض والأكسجينز مع بعض اللي على الأتروبيون على الأستيركولاين ونشوف هل بقدر ركبهم يركب المركبين هذول فوق بعض بدقة أولا لاحظوا معي المركبين كانوا قراب جداً لبعض ضمن مسافة جداً قريبة للمركبين متطابقة يعني في عنا زي ما تشاهدين لا الأتروبيين الأمين أو الأمونيوم في الأتروبيين والأستيركولاين والإستر في الأمونيوم متقاربات جداً في المسافة زي ما ذكرنا حتى لو مجينا نقيس المسافة مثلاً من هون لهون خمسة انكسترومز من هون لهون ثلاثة انكسترومز تقريباً من هون لهون أربعة وثلاثة بالعشر من هون لهون أربعة انكسترومز المسافة العادة لي overly wish عن المسافة يعني 없이 على المسافة على المسافة على اليوم لهذه المركبين. مثال ثاني برضه ممكن نستعمله او نستنتجه من شكل ثلاثة الابعاد للمركبات الكيموية الدوائية. مثال اخذناه في المحاضرة اللي هو الاستروجين او الاستردايول مع الضائطة الاستلبوستيرول. خلينا نصوم الاستردايول موجود داخل الداتا بيز لبرمجية كيمدرو هاي الاستردايول موجود. الضائطة الاستلبوستيرول قد لا يكون موجود. خلينا نجرب. ضائطة الاستلبوستيرول. مش موجود. فهذا داخلين ننزلو من الانترنت. ترانس. ضائفايل. استلبوستيرول. هاي موجود في الوكيبيديا. ضائطة الاستلبوستيرول. بيمكن ننزل السمايلز. بريزنتيشن لهذا المركب. ونحمله على كيمدرو. بيست سمايلز. فنناخد له كابي. هنا الاستردايول. نفتح صفحة جديدة. هذا الاستردايول نضيف عليه هايدروجينز. نستعرضه بشكل ستيكس. نطلع على الترانس دايثالستلبوستيرول. نلسقه. نستعرضه على شكل ستيكس. نضيفه الهيدروجينز. هيا المركبين هذول. أخذنا في المحاضرة للمركبين بحثوا نفس الفارماكفوريك ريكوارمنز. اثنين استروجينيك. تدعى المركبينة للمحاضرة للمنزلز على ترانس دايثالستلبوستيرول. نعمل Tethering ونقول له Overlay يركب المركبين تماما فوق بعض حتى بإمكاننا نسوي Additional Overlay مثلا هذه مع هذه ونقول له Overlay فوجدنا أنه the both compounds have two hydrogen bond forming centers and hydrophobic distance that's why the two molecules act as estrogenic in their nature one of them synthetic and the other one is natural لو جينا نقيس المسافة between the two hydroxyls مثلا تطلح حولين 12 13 angstrom يعني لو خدنا من H لل H 13.5 angstroms 13.5 angstroms ناخد بين H والH اللي هون تطلع أقصر شوي 11 angstroms so this is another application for the three-dimensional image of structural molecules you can actually appreciate how molecules are built and distributed in space and whether they can fit in certain receptor or not so this is an introductory to cheminformatics whereby we use computer informatics techniques to visualize chemical structures analyze their properties like melting point, boiling point, log p, other properties the degree of ionization and to appreciate their three-dimensional shapes and whether they fit the same and pharmacophobic requirements or not the next session would be about bioinformatics thank you very much thank you very much thank you very much